تتسع دائرة الجدل لتتجاوز أزمة الكهرباء في عدن وتلقي بظلالها الثقيلة على أداء الحكومة برمتها وسط موجة من الاتهامات والمكاشفات يعلن محافظ عدن عيدلوس الزبيدي في مؤتمر صحفي عن المشاكل المتعلقة بالجانب الخدمي لأبناء عدن والمحافظات المجاورة ليرمي بثقل الإخفاقات الخدمية على ظهر حكومة بن دغر والتي بدورها جاء ردها كاشفا عن جهود تبذل في قطاع الكهرباء ودعمها للسلطة المحلية كنا وما زلنا نتأمل خيرا في حكومة الدكتور أحمد عبد بن دغر بأن تكون صاحبة الحل وقد ناشدنا مرارا كي تطلع بمهامها الطبيعية في أطار جور تكاملي يحسن من إنتاجية المحطات التوليد بما يعيدها إلى مستواها السابق كحد نادنا لكن وعود الحل ما تزال حبرا على ورق تباينات واضحة تحمل مؤشرات معركة تجاوزت خلافات خدمية بين قيادات مؤسسة الشرعية إلى ما هو أبعد من ذلك ما هو أخطر وأبعد هو حديث المحافظ عن تورط محسوبين على الشرعية بفساد مالي تسبب باستنزاف الدعم المادي والتفرد به من قبل مراكز الفساد القديمة بحجة سيادة المؤسسات الزبيدي وجه نداءه المباشر دول التحالف لدعم أبناء عدن ومعالجة مشاكل الكهرباء خصوصا وأن الصيف يطرق أبواب المحافظات الجنوبية في المقابل يأتي تصريح مصدر مسؤول في مؤسسة الكهرباء بعدن برد ضمني على تصريحات المحافظ مؤكدا أن الحكومة قدمت أكثر من 40 مليون دولار لرفع جاهزية التوليد وأجور صيانة وإعادة تأهيل محطات المنصورة والحسوة وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء بالإضافة إلى توقيع عقد لتوفير 100 ميجاوات لتغطية العجز قبل دخول شهر رمضان وغيرها من الأجور والخدمات لقطاع الكهرباء المؤتمر الصحفي كشف عن طبيعة الخلاف بين رجال مؤسسة الشرعية والتي باتت الخدمات العامة وجهها المكشوف من بين هذه الخلافات تنشأ مخاوف من تصدع البيت الداخلي للشرعية بالتزامن مع الحديث عن استقطابات تعطل سير المعركة الحقيقية وتؤثر على سلامة القرارات ومصالح المواطنين